كان نبدأ مع وعدة كريم بالحديث عن ملف التحكيم وكان فيه أحداث ساخنة خلال 24 ساعة الأخيرة ملف تلاتنبرج وأكيد فيه مفاجآت قبل الاجتماع الطارق للتحاد الكورة اللي هيخبأها خلاص خلال ساعات طبعا بنتكلم أن أنا فوقت نظر يعني بصراحة يعني تلاتنبرج حصلت ما يشبه المؤامرة من الحرس القديم للحكام فيه أو يعني الأسماء اللي مسيطرة على جهة التحكيم في اتحاد الكورة وستطاعوا أن هم يطفشوا الراجل ويزهقوا في شغله أنا في وجهة نظري تجربة تلاتنبرج فيها يعني إيجابيات كتيرة جدا 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 آه فيه أخطاء حصلت ولكن ليست كارثية زي ما شوفنا في آخر الموسمين كل أمان مضبوط فيه أخطاء آه لكن أنا آسف يعني مش كارثية تلاتنبرج إدى أن هو يطلع أسماء جديدة إدى أن هو يعمل حرك المياه الرقدة زي ما نتكلم ونقول أنا شايف أن الحرس القديم تكاتل ضده زهقوف عشته للأسف بيان اتحاد الكورة في وجهة نظري كان مؤسف أكد الكلام ده آه آه واضح جدا أنه لكاتل البيان فرحات واضح آه يعني إحنا كإعلاميين نفهم الكلام ده كويس وعندنا القدرة شو قدرتنا؟ أنه إحنا نقرأ ما بين السطور اللي صاغ هذا البيان هو سعيد برحيل هذا الرجل وكمان هو أخطأ خطأ كبير جدا جدا في السياخته الراجل بيقول لك يا جماعة أنا مش محمي إعلامية سواء قالها لكوا بشكل مباشر أو قالها للمحيطين بيه فأنت ترد عليه تقوله إنت حصلت لك مشكلة في الشارع ولو عندك أي مشكلة روح قضل يديقك أنت بتقوله إيه؟ الراجل بيقولك أنا مش محمي إعلامية مش حاسس بعدم الأمام في البلد تدخلته في سكة ملناش دعو بيها خالص الراجل بيتكلم على يعني مساندته في الإعلام نخصونا هو كمان يعني واضح جدا هو بيتم التعارض دي دي كتير أيا كان اتحاد الكورب واضح أنه هو يعني القرار ده كان بيتاخد زي بزب بزب يعني ما شفنا برضو قرار نادي الزمالك بإقالة أو بتوجيه الشوكة لفريرة وبتاخد من فترة وإحنا قلنا يعني السيناريو بيتم زي أنا أشوف أن يجب يجب حتى لو كتيرتنبرج ماشي يجب الاستمرار في الاستعانة بأحد أسماء أجنبية وأكيد مش إيدي مية أكيد ده 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 فصة تانية خالص أكيد يعني مش إيدي مية بس قبل ما نروح لإيدي مية برضو عايز أسرد لك بعض النقاط عشان تبقى الناس عارفة معنا إيه اللي حصل طب أولاً الاتحاد الكورة قال إن ماركي كتيرتنبرج مشرف على كل تعينات الأقسام الأربعة أولاً ده مش صحيح الراجل بسول بس عن الدور الممتاز والاتفاق معاه كان كده ده واحد اتنين اتقال من الراجل خرج من جروب الحكام وبقاش ليه علاقة خالص بيه التعينات ثانياً هو آه خرج من الجروب فعلاً ولكن اللي غاية مبارح كان متواصل مع الحكام لدرجة شكل فردي آه بشكل فردي لدرجة أنه حتى أحد الحكام الدوليين الكبار كان يتوقف في الجولة الحالية والكلام ده الأول مرة أقوله محد السماء وقبل كده نعم اتوقف عن الجولة الحالية واللي وقفوه ماركك لاتنبرج نتيجة بعض الأخطاء الفنية وكان فيه تواصل مع الحكام عشان يعدل من أخطاءه في الفترة اللي جاي صحيح كمان موضوع التعينات هو مش مشرف عليها بنسبة كبيرة بيسيب ده للمسؤول عن التعينات مرة كان محمد فاروق ومرة توفيق السيد ومرة أحمد أبو العيلة ولكن الراجل ما بتعتش بنسبة كبيرة المفاجأة بالنسبة لنا ان هم قالوا انه قدم استقالته وأنا تواصلت مع ماركك لاتنبرج النهاردة وسألته قال لي مش هتكلم إلا لما يعملوا مؤتمر صحفي ويقولوا إلا عندهم وشوف قرارات الاجتماع التاري بعد كده أنا عندي كلام كتير هقوله فيبدو أن لسه المسلسل فيه تفاصيل أكتر خلال الفترة الجاية كريمة وواضح جدا طبعا إحنا هنبقى على موعد مع تصريحات نارية من لاتنبرج تقريبا هتكون على شكلة تصريحات كيروش برضو لما اختلف مع الاتحاد وشوفنا كيروش بيتواصل مع عدد من الصحفيين المصريين وبعتهم بيانات عبر الواتساب وطالما أنه هو يعني الاتحاد دخل معاه في أزمة أخضية خاصة بالعاقدة تقريبا أنا فوجة نزق لاتنبرج برضو هيخش أو هيسير في نفس الطريق وهيكشف عن حاجات كتيرة كلنا منعرفهاش وأعتقد خطيرة جدا لأنه فعلا أكيد لاتنبرج كان مطلع على أسرار كتيرة داخل لجنة الحكام في الاتحاد عنده تفاصيل كتيرة وأنا أنتظر ونشوف موضوع أيدي مايه بقى دي كانت المفجأة شخص ما مصري في إحدى الإدارات مش اللجان في إحدى الإدارات في الاتحاد الإفريقي هو اللي عرض الاسم بشكل ودي على مسؤول الربطة وعلى اتحاد الكورة لكن لم يتم التواصل مع أيدي مايه فهل ممكن يحصل ده؟ أتمنى ما يحصلش أنت عارف أعتقد بعد الهجمة المرتدة اللي حصلت من عدد من الإعلاميين المصريين النهاردة على مجرد طرح اسم إيدي مايه أعتقد أي شخص يعني هيخافه خلاص أعتقد حتى حد الكورة بدأوا في تسريب بعض الأخبار إن إيدي مايه مش مرشح لرئاسة لجنة الحكام وبالتالي خلاص الحد دي هل فيها بس إيه؟ السؤال هل أسماء الحرس الأديم هترجع؟ طوقاتك مين؟ هل ممكن يبقى مصري ولا يبقى فيه خبير أجنبي تاني؟ أنا بصراحة أنا ما شوفش فيه أي اسم مصري في الساحة حاليا قادر على تطوير الحكام مستحيل هم كلهم بيشتغل بنفس الطريقة وكلهم إدارين عندهم مشاكل أنا بشوف إن يجب الاستمرار في الاعتماد على اسم أجنبي هو ده القادر على تطوير الحكام وإحنا كنا قلنا يا جماعة ببساطة إحنا مش هنقلف إحنا هنقطبس التجربة السعودية في لما جابت كولينا وهو مسك لجنة الحكام وحضر لهم جيل يعني إنت ما بتجيبش الخبيب التحكيمي الأجنبي ده عشان يدير بس لا هو بيعدلك ده من خطة صلوبه وبيحط خطة طويلة الأجل وفي خلال أربع خمس سنين يبقى أنت عندك كوادر تقدر تدير لجنة بعد إن حاليا إحنا عندنا كوادر عصر ما عندناش كوادر تدير للتحادي يعني عندناك كوادر تدير لجنة الحكام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر